طبعا الاسبوع الاول دوت بيكون في اعضاء كتيرة في جسم الكاتكوت بتكتمل في الاسبوع الاول فالتدفئة مهمة جدا وتكون مناسبة وتكون يعني او نعرف ان هي كويسة من خلال انتشار العشوائي للكاتكوت ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم واحدة واحدة في حلقات قادمة التربية واللي هنعمله للكاتكوت في الشتاء علشان الناس اللي بتخاف من تربية الكاتكوت في الشتاء يكون قلبها جامد وتبدأ تربي لان طبعا يعني دورات الشتاء دورات كلها مربحة ولكن المشكلة في الفنيات ويعني التدفئة والتهوية وبعض العلاجات والامور اللي ان شاء الله هنستعرضها في الفيديوهات القادمة شكرا لحضراتكم وتابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري اسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشوف المربي دوت آآ محضا تلات انواع من الكاتكيت وهو الكاتكوت البلدي آآ المشاعر والكاتكوت البلدي الفيومي والساسو طبعا يا جماعة ممكن في الايام الاولى او في الاسبوع الانواع البلد بديت نحطها مع بعض وبعد كده نفصلهم عن بعض لان الساسو آآ هم كلهم يعني من عائلة كبيرة واحدة ولكن الساسو عايزين ده كتكوت تسمين عايزين نسمنه فهيأكل على فادي آآ تلاتة وعشرين في المية لغاية خمسة وتلاتين يوم البلدي في ناس بتاكلوا خمستاشر عشرين في ناس بتاكلوا شهر وتتخلط وكمان كل كتكوت من دوت ليه صفات وليه طبع وليه خصائص وليه سلوك فعلشان كده آآ في اقرب وقت يتم نفصلهم عن بعض علشان كل نوع آآ يبقى لوحده وياخد احتياجاته من التدفية ومن الاكل ومن الرعاية علشان طبعا آآ ما ينفعش طبعا الانواع ان انواع دي تفضل كتير مع بعضها لان زي ما قلت كل واحد لسلوك وكل طير لطبح زي ما انتم شايفين بيأكلوا على فادي تلاتة وعشرين في المية حاليا